سندوق استثمار الثبات من البنك تجاري الدولي CIB من أفضل السندية الاستثمارية لموجودة في السوق في آخر خمس سنين بالنسبة للسندية المنخفضة المخاطر والعائد عليه في عام 2019 كان 21% وفي عام 2020 كان العائد عليه 19.69% طب إيه اللي حصل في عام 2021 وكان الأداية المتوقعة بتاعه للسنة دي هو 14% في أول السنة بعد كان يتغير عشان يبقى 10.6% وفي شهر أكتوبر في يومين خسر 64 إرش من قيمة الوثيقة بتاعته طب إيه اللي بيحصل بالزبط تعالوا بينا نعرف إيه الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وإهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المصرفية سندية الاستثمار منخفضة المخاطر بتنقسم إلى نوعين النوع الأول اللي هو السندية النقدية ودي اللي بتستثمر في الشهادات والوداية ودون الخزينة ومعدل المخاطرة فيها منخفض طبعا زي ما اتفقنا بس بيبقى في عبارة عن المعدل للزيادة اللي بتحصل على سعر الوثيقة يعني معدل العائد بيبقى قليل ولا مرتفع بناء على الأداء الفعلي للسندوق والنوع الثاني اللي هو سندية الدخل الثابت اللي هو بيعتمد في استثماراته بشكل رئيسي على أدوات بتجيب دخل بشكل منتظم وثابت اللي هي السندات والسندات دي ما بتبقاش السندات الخزينة اللي بتصدرها الحكومة فقط لا بيبقى فيه سندات بتصدرها شركات فبيبقى فيه جزء من المخاطرة آه منخفض بس موجودة طب علشان نقدر نفهم إيه اللي بيحصل في صندوق ثبات في الوقت الحالي خلينا نعرف إيه هي الحالات المخاطرة اللي موجودة في السندات وسندية الاستثمار اللي بتستثمر في السندات بشكل خاص علشان الموضوع يساعد حضراتكم بشكل أفضل في فهم الصورة بالكامل وأول حاجة هنتكلم عنها هي مخاطر معدل الفايدة المستثمر لما بيشتري السند من المصدر مش لازم يحتفظ بيه طول المدة بتاعته لحد تاريخ الاستحقاق بعد كده يسترد فلوسه مرة أخرى لا ممكن يعمل إعادة بيع أو يروح بيع السند مرة أخرى في السوق الثانوي على حسب معدلات الفايدة اللي موجودة وقتها فبيتباع بسعر أعلى أو أقل من قيمة الإسمية بتاعت السند بمعنى إن لو المعدلات الفايدة اللي موجودة في السوق أعلى من المعدل الفايدة بتاع السند اللي هيتباع فبالتالي السند ده هيتباع بسعر أقل من القيمة الإسمية بتاعته خلينا نقول مثال علشان الصورة تبقى أوضح شوية لو فيه سند القيمة الإسمية بتاعته ألف جنيه ومعدل العايد عليه هو 13% وهيتباع في وقت معدل الفايدة على السندات هو 14.5% فبالتالي السند ده لازم يتباع بقيمة أقل من الألف جنيه علشان تقدر إن أنت تبيعه مقابل إن هو الفايدة بتاعته أقل من اللي موجودة في السوق فالسند ده بدل من القيمة الإسمية بتاعته ألف جنيه ما هيتباع بألف جنيه لا ساعتها ممكن يتباع بـ 850 جنيه ده الفكرة في المخاطر بتاعت معدل الفايدة التالي حاجة هي مخاطر الاعتمال السند ده عبر عني السند ده عبر عن إن تبقى الشركة محتاجة تمويل فبالتالي بتصدر سندات مقابل إن أنت بتشتريها وبيدي لك معدل فايدة ثابت طول مدة السند وبيصرف لك المعدل ده بانتظام بشكل منتظم فبالتالي أنت دلوقتي لو الشركة دي أفلست أو إن هي غير قادرة على الوفاء أو إن هي تدفع لحضرتك العائد ده أو التصنيف الاعتمالي بتاعها انخفض كل ده بيأثر على السعر بتاع السند والشركات اللي التصنيف الاعتمالي بتاعها عالي العائد على السند بيبقى أقل طبعا علشان هو ضامن إن هو ما جدرته الاعتمالية كويسة فمش محتاج إن هو يدفع فايدة عالية والعكس الصحيح الشركات اللي الجدرة الاعتمالية بتاعتها أو تصنيف الاعتمالي بتاعها بيبقى ليل بيبقى عشان حضرتك تشتري السند بيرغب حضرتك في ده بإن هو بيرفع الفايدة أو بيدي معدلات فايدة عالية والمفروض إن سندية الاستثمار بتعمل نوع من أنواع التوازن ما بين النوعين دول عشان تعرف تحقق أعلى عائد وأعلى استفادة ثالث حاجة وهي مخاطر التضخم ومخاطر التضخم هنا متمثلة في إن القوى الشرائية بتاعة العائد اللي بيجي لك مش هيوفي الالتزامات اللي انت عايزها أو محتاجها بنفس الشكل اللي كان لو التضخم بشكل منخفض فمش إن هو إن انت بتخسر بشكل مادي قوي على قد ما هو إن هو بيقلل للقوى الشرائية بتاعة العائد اللي بيجي لحضرتك رابح حاجة اسمها مخاطر الاستدعاء مخاطر الاستدعاء دي عبارة عن إيه؟ ده بيبقى شرط موجود في السند إن بيسمح للشركة المصدرة أو الجهة المصدرة للسند إن هي ممكن تعمل استدعاء أو سداد مبكر للسندات دي قبل الاستحقاق بتاعها وفيه شركات بتعمل ده في حالة إنت إن لو الفايدة قلت بشكل كويس فبالتالي بتروح نسددها السندات ومرجعها الفلوس للناس وتلم كل السندات اللي موجودة وتصدر سندات جديدة بفايدة أقل فبتقدر إن هي بتقلل الالتزامات عليها أو بتكسب الفرق ده عن إن هي دفعت معدلات فايدة أقل للمستثمرين فبالتالي العائد اللي كان بييجي من السند ده ما بقاش ييجي وحضرتك بتبتلي تدور على سند بنفس المواصفات بتاعته علشان تقدر تستثمر فيه ويجي لك نفس العائد بنفس الشروط آخر حاجة هي مخاطر السيولة ودي بتبقى عبارة عن عدم القدرة على البيع أو الشراء بسرعة علشان تقدر تستغل فرصة إن أنت تشتري أصل بسعر قريب من القيمة الأساسية الحقيقية بتاعته وإن أنت تعرف تستغل فرصة زي دي فيه تعبير بيتقال اسمه السندات السائلة أو السندات السائلة وده اللي هو السندات اللي أنت تقدر تحويلها بسرعة لفلوس وده بيبقى موجود أكتر في السندات الخزانة اللي بتصدرها الحكومة أو السندات الشركات الكبيرة اللي التصنيف لإقتمانها بتاعها مرتفع بيبقى فيه سهولة جدا في تسهيل السندات دي أو تحويل قيمتها لفلوس إنما السندات اللي التصنيف لإقتماني بتاعها قليل أو إن هي مفيش قابلية على الشراء بتاعها بيبقى فيه صعوبة جدا في الحصول على سيولة من خلالها نجيبها للنقطة الأساسية بتاعتنا وهو موضوع صندوق ثبات CIB واللي بيحصل فيه ايه بالزبط بعد ما شرحتنا المخاطر بتاعت السندات وتأثرها على سندية الاستثمار اللي بتستثمر في السندات الموضوع ببساطة انه تم بيع مجموعة من السندات اللي موجودة في السندوق علشان يتم اعادة الاستثمار بشكل مختلف وتم الاعتماد على ان البيع او الاسترداد بيتم مرة واحدة في الشهر فاللي بيحصل دلوقتي والنزول اللي حصل في سعر الوثيقة مش هيأثر على المستثمرين او العمل اللي موجودة لان ما فيش حد هيقدر يسترد في الوقت الحالي غير في اخر الشهر فمش هينعكس على الاستثمارات بتاعتهم وانه على الفترة اللي موجودة لحد اخر الشهر هيتم تغطية الفرق اللي نزل ده واكتر كمان ان شاء الله على حسب المعلومات اللي انا عرفت او صلى وبالنسبة للأداء بتاعتها في خلال العام الحالي الناس اللي اشترت في السندوق ده قبل كده او متابعة السندوق في خلال السنوات اللي فاتت عارف ان الاداية بتاعها في الرابع الاخير بيفرع عن بقية السنة وبيطلع العائد في اخر السنة بشكل كويس جدا هنتابع مع بعض في الفترة القادمة ان شاء الله ايه اللي بيحصل في السندوق وهل تم تغطية الخفاض اللي حصل في سعر الوثيقة والدنيا هتمشي ازاي بمعنى اضاق في السندوق لان هو من السندوق الجيدة في خلال السنين الفتاكة بيجيب عائد كويس جدا فانا متوقع ان شاء الله ان هو يتم التعافي او ان يتم تدارك الموضوع ده او الاستراتيجية اللي متابعة مدير السندوق هتجيب النتيجة المرجوة من العمله بتوع السندوق دي كانت حلقة النهاردة من المصرفي ياربكم اقدر تفيدكم بالمعلومات دي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجراز عشان يجيلكوا اشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبكم تدوسوا لايك وتعملوا شيرا عشان الناس تقدر تستفيد واشوفكم على خير محمد رجل